نصل لفقرة كابلز والأقويل اللي عم تكتر في لبنان بأن الكابلز الثنائي أو الأزواج اليوم يلي موجودين مع بعض 24 على 24 بالبيت مستغربين هالموضوع ممكن يكون في بعض المشاكل لألكون اليوم موجهين هالحلقة أنا وأستاذ خليل حبشي مغالج نفسي أهلا وسهلا فيك اليوم رح بنحكي عن حاجة الأزواج للتواصل ومش بس للتواصل رح نروح للاهتمام أيضا مش بس أنه نقعد ونتقبل بعض ونتحمل بعض بالعكس اليوم يمكن لازم نلاقيها فرصة لحتى نرجع نقوي التواصل بيننا نرجع نتعرف على بعض من أول وجديد يعني اليوم الكابلز من بعد 10 سنين زواج أو 15 سنة زواج كله نركض ومسؤوليات وشغل ونشوف بعض ساعة ساعتين بالنهار يمكن هلأ هيك عم نرجع نحيا علاقة من أول وجديد شو رأيك بها النظرية برميدي برميدي معك أهلا وسهلا فيك اليوم شو يعني كيف عم بيكون الوضع برأيك بهالتغيير الجزري يلي صار بنمط حياة الأزواج هاي فكرة كتير مهمة هذه المرة جربنا المرأة بشكل سريع أنه هلأ التكنولوجي يعني هاي شغلي لو تصير من 30 سنة ما كتير الفرق اللي حيكون ستراتيجي بس لأنه نحنا هلأ كتير حياتنا سريعة وكتير عنا تولز هلأ إذا بدك بحالة الستاند باي اللي نحنا فيها ضغري فرقيت معنا مشيناك منعوز اللي كنت عم بتقوليه بس أنا بعطيكي شغلتين مرئين بأنه بالشغل عنا مرة في اثنين عشر سنين هني مع بعضون أنا بس كنت قاعدة إياهون صاروا يكتشفوا قصص مع بعضون هلأ جديدة وفي قابل 30 سنة مجوزين تخير لي بعد 30 سنة اكتشفت المرة أنه جوزة بتحب هي تطبخ له مش تجيب له كانت عم تتفاجأ وهو شو عم بيقول صار لـ 30 سنة بخبره كانوا واحد بيسمع بس ما بيتسمع صحيح مشيناك اليوم بدنا نتفق على هاي دي التكنيك اللي هولي سايكولوجيست بجامعة يوسي إعلاي صار لهم 30 سنة بيدرسوا الـ الانترنت الـ الانترنت الـ وصلوا لدرجة بيسمعون كنفرسيشن لتنين قابلز عشر دا اربع ساعة بيقدروا يقدروا هول إذا بيطلقوا أو بيضلوا مع بعضهم بيصيبوا 95 بالمية بنبشوا على ثلاث قصص بهذه الـ كنفرسيشن إذا شافون موجودين بيقولوا هولي إذا الله رب بيكفوا إذا لا بيتوقعوا أنه بديوا تفرط الحلاقة أول وحدة بس يشوفون عم يتناقشوا وما يعتمدوا السنجل طوبيك يعني بناخد مثل تبري طلعت أنا ومارتي تعشينا واتبري شفتني عم بتطلع بوحدة لابسة فلسطان الأحمر ورجعنا على البيت بتبلش هي بتقولي شفتك عم تطلع بالفلسطان الأحمر كذا أنا شو بعمل بلا إيما أنت هذه الجمعة بعدت مساج ساعة 12 بالليل بتقولي هي إيما أنت من شهرين كذا ومنرجع على تاريخ العياة نفتح الأرشيف مية بالمية وشجرة العائلة مستعين فيها نصير أنه جد جدة كذا وزينا نتهم أصلا كل أعضاء العائلة يعني ما بيعود الاتهام مواجهة لها شخص مية بالمية المشكلة وين أنه فكرة المشكل اللي علقنا عليه منحل نعم وصار فيه تراكم كتير كبير والترجع وإذا فيقى هذه المرة اتفقنا أنه الزلمة ما عنده قدرة تبروست كذا موضوع بنفس الوقت فهاي الحالة هي كتير خطرة للزلمة يعني هي خطرة للتنين بس للمرة أقل خطورة لأنه بيضل تقدر تستوعبون الزلمة بيكرز أكي الأبشع أنه ما منقدر نحل مشكلة الفصان الأحمر فمرة جاي منختلف بتصير وحدة مشكلة الفصان الأحمر ومضافة منزيدها عليستها بشيناك بيقدروا هني أنه باي أكيوميليشن هالعليقة ما رح تقدر تضايع بس بها الكونفرسيشن اللي بيسمعوها اللي هي عشرة أو خمسة عشر ديئة شو بيكون فيها أشياء محفزات لحتى يعرفوا يعني شو الأشياء اللي بينتبهوا لالكوبلز أول واحدة بيشوفوا إذا هاتنين بعدهم عم يتناقشوا بنفس الموضوع يعني فينوا يقعدوا ثلاث ساعات عم يحكوا عن فصان الأحمر هني ما عنده مشكلة بالوقت في كتاعة جمعتان بس مهم تضلك ملتزمي بهيدا الموضوع نعم مش تطلع عن هيدا الموضوع هاي أول نقطة بينبشوا عليها بالكونفرسيشن فإذا هالكوبل حديثهم أو النقاش تابعهم طلع عن الموضوع الأساسي صار فيه رد فلاج بده تفرط هالعليقة على الأرجح إذا ما شغلت مظبوط يعني للعكس إذا هالكوبلز قاعدوا مع بعضهم تناقشوا ثلاثة أيام يخيي بنفس الموضوع ما في مشكلة نعم تاني النقطة بينبشوا عليها بيسموها listen to understand في السماع وفي الإصغاء هيدا أكتر على الإصغاء هلأ لحنا نحكي كم نقطة تنوضح هالفكرة أول شيء ما بالح بفكرة الكونوتايشن يعني هلأ أنا إذا بقلك رانيا بكرة الطاقس حلو شو أصدق ما هيك براو 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 بس بس بها نيح اللي ذكرتيني شو أصدق كمان بدنا ننتبه على البودي لانجووج إنه هيدا القصب عنا إنه شو صار لها رانيا واصف مليون مية هلأ بنعملها بارانتاز بيدي لكن الكونوتايشن إذا أنا قلتلك بكرة الطاقس حلو هلأ أنت فيك تقولينا كيف لح تتوقع الطاقس بكرة نهاء عحلو كيف يعني كيف تقول لحلو شامس وطاقس حلو ما في بارده هيدا واحد من الأخطاء اللي بسموه تفرنت كونوتايشن يعني أنا يمكن لقلي الطاقس الحلو إنه غام وشوميني وكذا هلأ أنا غلطة ما أعبرت لك شو يعني الطقس الحلو وإنتي كمانك لازم تستوضح مني أنه شو أصدق بالطقس الحلو أنه طقس يمكن تلش خرش سكية أو طقس خرش بحر أو طقس شمس أو طقس شديد هذه اللي بتلاحظي بالمشاكل بتصير كتير أنه مثلا بيقول لأي الله جاي على البيت مني مأخر هلأ هو اللي له مني مأخر يمكن تكون ثلاث ساعات أو ساعة أو نص ساعة إلى إلى يمكن تفكر ثلاث دقائق وبيصير فيها التوتر الخطأ المركزي إذا بدك بعطيك إجزامبل هكي عن الكوبلز استراتيجي مرة فيه كلايت بتجي فلت من البات وعم تبكي وكذا وما بقى أرجع وكذا مهم طلبنا أنه يجي جوزة معه بيجي هلأ هي مرة باية وإمه كتير أسسيات بحياته وتعليمه الدينية كتير أسسيات هو بيعصي بجي عم بتقع الباب هي ما عم تفتح له متأخرة شوي بتفتح الباب بيقول لأ أنت مرة بلا مربا هي بلشت تبكي لأ لأنه ترجمة كلمة بلا مربا أنه عم بيسبل لأ باية وإمه وكل التأليد الدينية فرطت على الأخي فأنا انتبهت أنه هي عملت هالكونوتايشن على الكلمة فبسأله بقول له ليك استاذ أنت لين أقات باية الكلمة بالذات فهو عم يشرح لأ طلع أنه يخي أنا ما أصدقك وأنا بعتبر كلمة بلا مربا ما أنا مسبه وما أصد باية مثل بلا شوي مش عم تحترمه يمكن هو أصدق أو شي اللي بدكي هو عنده باللكسيك طبعه مسبات كتيري بمعتبر أنه هاي دي البلا مربا أنه ماشي وما أصد باية وإمه هي أكتر شي نكرزة أنه عم بيسبل لها باية وإمه وتعليمه التأليد الديني وكذا كله السيد خليل يعني اليوم هالأمثلة يمكن بدنا ناخد أمثلة تانية بدلة لأنه اليوم عم بيكونوا موجودين هالكابلز بوجب بعضهم يعني اليوم ما في أنه حدا تأخر بالشغل وينك ما عم نشوفك أنت مانيك عم بتلحق عوجباتك هالأمور اليوم في أنه شخصين بوجب بعضهم أغلبية الأوقات مثل ما تفضلت وذكرت بالأول أنه عم بيكتشفوا أشياء عن بعضهم غريبة الأطوار يعني يمكن أشياء إيجابية ويمكن أشياء سلبية كما نتراكمت مع العمر ومع مرور الزمن اليوم شو هالمشاكل اللي عم تستجد بيها الكابلز لما بيكونوا هيك محجوزين يعني مش حلوة الكلمة بس أنه نقول نقطة جدا زكية هذه حتى قبل الأزمة كنا نشوفها مثلا تبري عميد بالجيش كل عمره هو مرته سمنع عسل بسوط له حتى قاعد بتبلش هالمشاكل ليش؟ لأنه هو أساسا فقد الزون تبعه اللي فيه يتسلط فيها وعنده القدرة أنه يعطي أوامر ويحس حاله وفاليوبل كل هولي وبتصير في مشكلة استراتيجية أنه ما منقصم الأدوار أحطيك مثل هايك مهضوم مثل بالسيارة بالسيارة فيه درايفر فيه الكوبيلوت وفيه الباكسيت بس تحلق أنت ببوزيشن واحد خلص صورتي سيكولوجيك لأنهلسي أنا ضروري أعرف وين أنا البايلوت وين أنا الكوبيلوت وين أنا الباكسيت ومرتي ضروري تعرف يعني إذا مرت المطبخ تبعها هي البايلوت فيها ضروري توضح لي هاي الفكرة حم تقرب أفكاري كان مطبخ هوي لسه كلها بالبيت أغلب مشاكل هونيك وهو بدو يعرف وين التاريتوار وين درايفر وين الكوبيلوت يعني وين هالموضوع أنا والبارتنر تبعي نتشارك لصنع القرار وين محل أنا مخصني أنا بقعد بورا بالباكسيت وإنجوي زرايد بس تتقصم هالأمور وأكيد عايزين نحن الكمبيلوت كل هول عم نحكي عنهم بلا الكمبيلوت ما فينا نصابهم فبصير إذا بدك تنافس على النطاء بقلب البد ضيفي إلى ذلك هل تراكم السلبة اللي صار له عمر ما عم يتفك فاك ضيفي إلى ذلك لحكيناها هذه المرة بكيف الزلمة بفكر والمرة كيف بتفكر وكيف يعمل وكيف يعمل وكيف يعمل وكمان يضيفي إلى ذلك التكنولوجي لأنه هلأ بكنا عم نحكي عن الكمبيلوت أول شي بدون يعملوه أنه بينطفوا التليفزيون يطفوا السلولارات ويعطوا وقت واهتمام للآخر تحس حاله فالحديث يسمع في نقطة كتير مركزية أنه بس نكون نحن بالفايت ما بنسمع تعطيك مثلا في عندي قبلز عم نشتغل نحن بياكم عشر سنين هنا الخاطبين هكي الزلمي عم يتشكه أن صاحبته بتضل تعملو مشكلة على الألكول بقوم أنا بقل له هلأ لك أنت وبالفايت ما رح تسمع وإيه بالفلايت هي خيفينة وكذا أكيد ما رح تسمع بدنا ندور هالدماغ طبعنا وبدأ قط له منك تسمع شو رح تقول هي أنا لحسنا وليش عم تعمل هالمشكلة مية بالمية وثلاث مرات قطل له عمون معروف سمع ستنا ليش أنت بتعمل له ما كنت بسوق وكنت خيفينة أنه غير اللي عملنا قدام العالم أنه بس نسوق يسوق هو وننزل بالودي ونموت وأهلي يزعلوا علي وعملي ثلاث أربع ست سبع نوع من ترومة خفيفة ايه منرد الحديث اللي عنده أنا شو خصني هني كلهم كبيتان هني مضربين كذا كل الشقفة اللي تبع السويقة والخوف والموت ما سمعهم ما سمعهم فأنا قلت له أرجو أسأله أنه ما سمعت شو قالت فأنا قلت فأنا قلت فشو قصدي قلت لك نحن بس نكون بحالة تبع هيدا الدماغ اللي بيسمع وبيقدر توضح كمان فكرة بيروح بالزبالة نحن عما مصيبة استراتيجية ستنا كلنا أنه عنا الحقيقة المطلقة بتشوفيها بالأحزاب يعني بقلت هيدا شر مطلق كلمة مطلق يعني هيدا ما في شي 0% ممكن تستفيد منه أو معه حق نحن كمان هايك نعتبر أنا اللي بعرفه حقيقة مطلقة مش نحن ببطل اسم على التاني من هون بدنا ننقل على التاني فكرة وكتير الغرب يعتمد علىها أنه كل واحد بيشوف بي طرق مختلفة عن التاني قبل ما نوصل على هالطرق المختلفة اليوم يعني نقطة كتير مهمة ذكرت اللي هي تقسيم الأدوار يعني ما بدا شيء أنه شخص يقول أنا مثلا أنا بحب المطبخ وأنا مسؤولية المطبخ عرفت أنه عبا حكي عن حالي بقى ما تنظر علي بالمطبخ نظر بكل شيء على المطبخ حلوة هالكومنيكيشن فيها تتاخد كمان بمزحة أوقات فيها تتاخد يعني بشكل هيك عفوة وأنه يمكن نتمرن على أنه نتعلم من بعد نقدر نحترم حدود بعض يعني هاي دي شغلة كتير مهمة وكتير بتصير بالتواصل بس عندي سؤالين بعض كمان يمكن رح نحكي عنهم هلأ بعد شوي قدي اليوم يعني في اليوم بهالكوبلز اللي قاعدين بالبيوت فيه ناس عم بيروحوا على شغلهم فيه واحد من الصناقي عم بيروح على شغله الثاني لا يعني كمان فيه نوع من حرمين أو فرستريشن عم بتصير وقدي بحاجة لاهتمام هالأشخاص اللي كانوا سيبر بروداكتف عم بيشتغلوا كل النهار وكل الليل وفجأة صاروا بحسين حالهم نيوزلس ما بقلهم حاجة بالبيت يعني هول السؤالين عندي إياهم ما بعف إذا منقدر نجاوب عليهم بالوقت المتبقى وأكيد إذا في أسئلة من قبلكم مشاهدين على السفر أربعة ستة أربعة أكيد بشكل سريع السؤال اللي طرحتي كتير زكي بس لحقلك شغل يا سيترانيا إنه كيف بالنوتريشن إخل شي كله بدو سير بلوكوز يعني إذا بتأكل كاربوهايدريت أو بتأكل إخلت النهار بدو سير بلوكوز يفوت على الدم للدماغ نفس الشي كله بدو سير دوبامين يعني إذا أنا كنت أطلع لبرة وانتج عم بيترجم لي يوم دماغي دوبامين أنا بقلب البات فيني يجيب الدوبامين كيف هاي دي بده بده كتير حكي لأنه بدنا في عدلك يوم التكنيكات وفينا نفصلهم ونجاوب نفصلهم قصة يسوع على الجبل عنده أربع تلاف شخص بلل نساء ورلل شو اسموه عايط لرسول أنا شو بيب شو عنا أكل قالوا له عنا سبع ترخ فيه وكم سمكي اوكا تخيلي أنا وياك محلو أو بهالسوركمستانس او تخيلي أنت عايز من ثلاثين شخص لعنديك على البيت وطلعت ملئتي في أكل أو أكل محدود أول ردي تفعل محسوبك شو بيصير خبيط لبيط مصبير كيف وما كيف بالإنجيل بيقول يسوع أول كلمة وشكرة هو بكتب فالتورتا بيخبرها لفالتورتا أنه خيشو أنا عم بشكر حالي ما أنا الله بس ما أنا عم علمكم بالشكران بتكتر النعم الجراتي تيوت بيخليك تعرف قيمة الشغلة قد ما تكون بيخل وحعطيك مثل مرة بالجي تأكل برداني قلت خييت أعمل على الجراتي تيوت كلها العالم تخبر عنه والإنجيل بيحكي عنه فصد تفكر قبل ما بلش أكل ستقول لي يا زلمي قد أياه في مايكرو أورجانيزمز بهالأرض تشتغلوا توصلوا هالنيوترينز للشجرة قد أياه الله شرق هالشمس كم مرة شرق هالشمس على هالشجرة كم مرة شتت الدنيا هالزلمي راح أطفها هالجبوها على سوبر ماركت كذا بس صد عم بكلها يعني الانجوي منطلع مثل هون وجمع تجي مرر عم عم بحكي عن نفس التكنيك مع كلاينت وسيقبت فيفيان ديافتها جاوزي هاي فيفيان عم تحضرنا اليوم على كل حال زميلتك في الشغل فأنا عم بل لأنه كيف الشمس بتشرب وكذا إخشية قالتلي خي ما بقى لي عين أكل الجاوزي لقد ما حستت أنه شيء مهم الجاوزي كتير الجراتيتيود مفقود هلأ بحياتنا مثلا كل شيء عندنا بالبيت منتخد مثلا هلأ أنت اليوم نامي على الأرض رجعي بكرة نامي على التخد بتصير تشوف يتخد قصة كتير كبيرة هاي دي ريليتد للقوبلز بدو يبلش الإنسان يتطلع بمرته العكس بناء على الجراتيتيود إنه خي هاي دي هالمرة كم مرة إما طعمتها وكذا وقدامت تعلم توصلت عندي كيف عملنا بالبردقاني إذا بنعم نفس الشي مع الإنسان بيصير الإنسان كتير ترجع على سؤالي إذا أنا حرمت من مصدر دوبامين برا فيني استخرجوا من جوا يعني فيها تكون دوش إذا عملت فيه تكنيك تانية اسمها إذا بدك بنوسعها الجراتيتيو تتفقنا عليها فيه شغلة اسمها هي كتير مهمة هذه مصدر دوبامين علا من جمعتين عندي كلينت إيجي تتلع شو كيف آيف البتر تتلع وقف تعال في آخر مرة حدا لبناني آيف آيف بتر من آيف متى فهي ليش ما اعتمد على كتير وعم تستثمر يعني هاي بده كتير توسيع يعني أنت بتبلش تستعملي لالفوتشر بس بتبني بطريقة إيجيبية ناخد مثل نعم بفتكر ما رح نلاحق نعملهم يعني رح خلي أنا أساس اللي بتعليلنا لدوبامين أو بتخليلنا طفيل باتر بالبيت باركل للأسبوع الجاي منعمل فيهم حلقة لأنه لنلاحق نعمل كيف نشوف الأمور بأشكال مختلفة أكيد لكن بعد الكونوتايشن هايدي الديفرنت بالكوميكيشن في المخرج هلأ المخرج إذا بحطونا كل الكاميريات بفارد كاد بسي نشوف أنا شايفك من هون الشاب اللي هونيك شايفك من هونيك إذا أنا ويا عم اتناقش بقول لا يا خي ما هي قاعدي كذا هو بقول لا يا خي قاعدي كذا ومنختلف إذا أنا بترك هايدي فكرة الحقيقة المطلقة وبقول يا أبو الخلي أنت خي شايف وزكي وبتفهم بس عراسي بس هايدي الزلم هوني كمان شايف وكمان عنده نظرة أخرى ها مهمي كتير وبدأ تمرس كتير بعطيكي مثل في واحد قرابتنا فتح مطعم هلا مؤخرا فات بالحال لأنه ما عنده هايدي الـ ايه أكيد نعم بسموه تسينك أوتسايد بوكس كمان هو لقيله الكريتير الأساسي تبع الأكل أنه يكون الأكل نظيف فتح مطعم شو بدي أنا بتكابل بالنظافة لو هو ممرس على الـ كان قال يا خي أنا بحب الأكل كتير نظيف بس رانيا بتحب بودو تيستي فلان بحبه بحب الدكار يمكن بالمطعم أو أي شيء حدا بيحب الاستقبال حدا بيحب السيرفيس حدا بيحب لو مرس حاله يشوف الـ بروداكتب بيقدم بينبيع بشكل أكبر لأنه وصاب أكتر بالسبكتب بأخر دي عنها خليل قدي هالفترة هاي هي عنها حظ لحتى نقدر نعمل إذا استثمرت متل ما عم نقول بتصير حظ يعني إذا فيك الـ وتستثمر هالوقت الإضافة توقف الـ تبع التكنولوجي وأكيد تستعمل هاي دي الخطة لأنه هاي دي مشغول ونسمع لبعض أكيد أكيد صلوا نهو 30 سنة يتطلعوا هاي دي التكنيك فتاني فكرة مهمة كتير ليش لأنه كمان فيها مرة بيعملوا بيحطوا واحد عم بيسب بيسألوك شو حسيتي بتلاقي حالك عالصبتي بيقول لك أوكي هاي دا هلأ تكحتوه من الشغل بيرجع بيحطوا نفس السجمينت نفس المثبت بيرجع بيسألوك بيقول شو حسيتي بتكتشفى أنت أنه ما زعلت منه لكن بالسيكولوجي بيقولوا الـ يابيرو على الـ يابيرو على الـ كمان بالإنجيل تارفي مربولوس بيقول المحبة تتفهم يسوء على الصليب محترق سليفه نعم اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بيفوت الـ تعاطف مع الآخر بتخلي هالبارتنر يشوف نظرتك أنت للأمور يتعاطف معك بيبطل عصيب صار يسمع أكثر التالت المركزي كمان بلس وقتنا سريعا سريعا جدا أنه توصل على كمبرومي فبس تسمعيه وتقدري له ظروفه شو يعني مثلا تبري حدا من الطرفين بيحب الآيسي سبعتاش واحد بيحبه بيلايقوا كمبرومي واحد بده يسر كل يوم واحد ما بده يسر بيلايقونه خلي نسر جمع لأنه هيدا الشي مجبورين نعم لحاليا ومجبورين نضل مع بعض أنا بدي أقول له إن شاء الله يكونوا يعيجي هذا وعب يحضرني لأنه بارع شي قبل ما نعم قال لي ميرسي قلت أنا عشو عم بيقلي ميرسي لأنه عملتك أكل طيب أو شي إنه إفما أنا محرزة لأ هلأ عم بلاقي إنه كتير محرزة ويقول له أنا كمان ميرسي لأنه بتقدرني رح يخد بريك ومنرشو عمتاز هانجد